يعني إيه ذكي إجرامي؟ إنه يبقى ذكي بس بيستخدم هذا الذكي يعني فيه ناس بتتخيل إنه الشخص اللي عنده مشاكل نفسية بيبقى عنده تأخر عقلي أو يعني بيلخبطه بين الحكتين الحقيقة إنه الاترابات النفسية عامة ما لهاش دعوة بالآيكيو يعني فيه ناس كتير عندهم مشاكل نفسية أو أمراض نفسية أو أمراض وبيبقوا الآيكيو بتاعهم أو الزكاء بتاعهم عالي جدا بس بيستخدم هذا الزكاء بشكل ضار وده يعني كتير من المجرمين المعروفين في التاريخ اللي عملوا جرائم منظمة أو السفحين بيكونوا أسكية جدا عشان يعرفوا يخططوا للكرايم بتاعتهم بطريقة ما يتكشفوش من أول مرة سوما فعلا بيكونوا مش دريانين لا يعني بيكونوا موارد نفسي ما هو ده بقى اللي احنا عايزين نتكلم فيه ده بيكونوا موارد نفسي زي الزهان مثلا ده بيبقى لما بيبقى في هذه الحالة بناء على تقييم طبيب نفسي يعني بروفاشنال اللي يقدر يقيمه ممكن يكون غير مسؤول عن أفعاله لأنه ما عندوش وعي ما عندوش أوارنس انه بينسى يعني؟ لا بيبقى عندو مشكلة يعني بيدخل حاجات في حاجات؟ مش دريان أو مش فاهم أو شايف الدنيا بشكل مختلف عن الواقع فبتخليه يعمل تصرفات هو مش مسؤول عنها فده ممكن يعفى من المسؤولية لكن الشخص اللي عندو اضطرابات في الشخصية اضطرابات الشخصية لا ده شخص واعي جدا وفاهم جدا هو بيعمل ايه؟ هو مسؤول تماما عن تصرفاته فما ينفعش نشيل عنه المسؤولية بالدعاء انه اصله عندو مشكلة نفسية يعني مش كل المشاكل النفسية بتاع في من المسؤولية فالولد المكتوب عنه في الرسالة هو مسؤول عن اللي هو بيعمله ازاي؟ يعني هو يتحمل المسؤولية بتاعته يعني ما ينفعش نعفي من المسؤولية هو عارف هو بيعمل ايه؟ انه هو عارف لو بيعمل ايه؟ انت بتقولي انه مثلا زي ما بعت في الرسالة كده يا سارة بيفتكر حاجات من عشر خمستاشر سنة ويعاقبهم عليها؟ ايه؟ يعني هو كده ويعي؟ يعني هو بيخطط وعارف هو يعني هو كاتب جزء من الرسالة انه بيتعامل بشكل لطيف مع ناس معينين علشان يحبوه ويكسب تعاطفهم فيعرف يشوه صورة والده قدامهم يعني هو حد عارف هو بيعمل ايه؟ ليه الحركة دي صحيح؟ يعني ليه بنت على بابا؟ هيكسب ايه؟ تفكير راح فين؟ ما هي بقى دي حاجات مش بتتعرف غير لو هذا شخص خضع لتقييم نفسي وعلاج نفسي هل ده ممكن يغنى؟ للأسف غالباً الناس اللي عندهم المشكلة دي ما بيروحوش يتعالجوا لان هم مش شايفين انه هم عندهم مشكلة بيروحوا يتعالجوا امتى؟ لما ساعات بيبقى فيه او طبعات سيئة للتصرفات دي زي ايه؟ انه حد يتوفى بسببه او كده؟ او هو نفسه يتئذي او هو نفسه يلاقي نفسه ومثلاً مش مش عارف يشتغل ومرفوض ومنبوز ومش عارف يصرف على نقل يعني لما هو ما هو اشتغل ثلاث شهور وقعد يسار وسبب الشغل ومشي اه ليه بقى ده ما يتحملش مسئولية؟ اه ممكن جداً يكون بيعمل مشاكل في الشغل عنده بيعمل مشاكل مع مديرينه او الناس اللي حواليه في الشغل ممكن يكون مش عايز يشيل مسئولية الشغل لما هو بابا وماما بيصرفوا علي او بروحها اللي بيدربهم؟ بالضبط ما هو المشكلة انه ساعات الاهالي غزباً عنهم لان ده ابنهم وتعاطفين معي وبيحبوه مش عايزين يعني يأذوه بيعملوا تصرفات بتعمل انابلينج للشخصية دي او بتخليه يبقى انابل انه يعمل ايه؟ اه انابل انه يجمل انابل انه كمان عاطفياً انه بابتزك عاطفياً بالضبط فيبقى هو بيعمل كل ده ويروح يا اما يهددهم يا اما يتمسكن لهم يا اما يعني يأبيوزهم بشكل ما ففي الاخر هما يصرفوا عليه في الاخر هما ساعات يقفر على مشاكل هوا بيعملها يعني شوفنا كتير ناس بالشخصية دي مثلاً يروح يسرق من ناس فلوس وحاجات كده وبعدين اهله يروحوا يسددوا ديونه علشان ما يتحبسش اه فللأسف وفيه بيعملوك عشان مش عايزين فضايح مش ران صعبان عليهم ممكن مش عايزين فضايح وممكن ابنوهم في الاخر فهم بيبقوا قلبوهم ضعيف ناحيته يعني لكن دي حاجة من الحاجات اللي بنحتاج بقى ان نتعامل فيها مع الاهل ان احنا نفهمهم نفهمهم